هايدي طريقتي لوصفة كور الجبنة بحشوة الزيتون هايدي عجينة انا عملتها من التوست الجاهز بخلطهم مع جبنة الكاري وشوية حليب بحب حطلهم سمسم ورشة محلب كتير طيب المحلب مع خلطة الاجبان بحشيهم زيتون الزيتون انتو فيكن تختاروه محشي باي خلطة انتو بتحبوها انا اخترت زيتون محشي بالزعتر بكون طعمه كتير طيب مع هايدي العجينة ومنكورهم بهيدي الطريقة ومنقليهم بالزات بتكون نتلجوهم بتلجوهم تكون تقلوهم مباشرة متل ما بتكون وصفي كتير طيب فينا نقدمها على الفطور فينا نقدمها كطبق جانبي من نوع من انواع الكباب على تصفرة فينا نحشيع باي حشفة بدنيها انا بحب قدمها على الفطور مع صنية اجبان على زاقكن جبن حلوم مقلة اوملت بيت فول لبنة زيتون وهيدي الاوملت للولاد مع استوسر اول شي الطريقة لتجهيز هايدي الكوبر بنجهز كيس انا باختار توست لوزين لانه كتير طري بنشيل الحواف البنية عن التوست بهيدي الطريقة شوفوا كيف قطعتهم ما ترموهون هيدول منقدر احنا ننشفهم بالفرن ونعملهم بقصمات نستخدمهم لأي وصفة بدنا اياها هلا عم بطحن التوست على محضرة الطعام باي محضر الطعام عنكون ليصير عنا ناعم طحنت كيس كامل من التوست الابيض بدون الاطراف البنية لينعم عنا بهيدا الطريقة وراح حط عليه جبن كاري هيدا المربعات الجبنة كل كيس من التوست اللي انا طحنته كيس كامل بدون الاطراف البنية راح نحط عليه من 10 ل 12 حبة جبن كاري طبعا بالنظر بيبين عنكون من العجينة اذا كان بده بعد جبنة عشان تتماسك معنا حطيتي عليون نص معلقة صغيرة ملح وهلا بنزل حليب سائل بالتدريج يعني معلقتين ونص لثلاث معالق طعام وبوقف وبرجع بنزل نفس الكمية لتصير عندي عجينة طرية شوفوا كيف فكمية الحليب حسب العجينة عنكن ما تصير بهيدا الطريقة هلا صارت عندي كتير كويسة ما بتتفتت معنا وماسكي على بعضها حطيت الله معلقتين طعام معلقة ونص بالكتير سمسم ومحمص اضافته اختياري وما بحط الله بتكون تحطوا اعشاب فيكن وتحطوا زعتر اللي بيخطر على بالكم فيكن تعملوه انا حطيت الله نص معلقة صغيرة من المحلب المطحون كتير طيب مع الاجبان بحب كتير المحلب طعمته بالمعجنات وبخلطون مع السمسم والمحلب لتصير عندي عجينة كتير طرية بهيدا الطريقة مندعكة كتير كويس لتنعم عنا وهلا بعد ما دعكتها وصارت عندي جاهدة منقدر نشكلها متل ما بدنا بالشكل اللي بدنا اياه وبالحشو اللي بدنا اياه هم ناخد قطعة شوفوا كيف العجينة ما بتلزق بالايد وما بتتفتت منبل ايدينا بالحليب السائل ومناخد قطعة منكورة ومنسطحها خلوها رقيقة احسن عشان ما تعجن معنا بالقلي ومنحشيها زيتون حشيتوا بالزعتر هو انا بشتريه جاهز يعني مش انا بحشيه في زيتون محشي بفلفل في زيتون محشي بالجزر اللي بدكن اياه اياه حشو بتخطر على بالكن السوسيج اللي بدكن اياه لولادكم تقدروا تعملوها وهيك صارت عندي جاهزة بعد ما كورتها وهيدي حبة تانية كمان عم نعملها اهم شي ما تسمكوهن اذا حشيتوهن السوسيج تقدروا تحطوهم بطحين والبيض بقسمات تخلطوه مع شوي شبس ناتشوز بتطلع كتير طيبة واختاروا البقسمات تكون شوي سبايسي بتعطيكم طعم كتير طيب اذا حشيتوها باللسوسيج حطيتوهن على الصينية بهيدي الطريقة ما تخلوهن لزقين ببعض وهلأ رح غطيهن نايلون وبدخلوهن على الفريزر لا يجمدو عندي على الاخر بس يجمدو عنكن طبعا انتو بتقسموهم بالكياس حسب المقاس اللي انتو بتكون ياه فشوفوا صوتهم كيف بعد ما جمدتون بس يوصلوا لهيدي الدرجة خلص هيك بكونوا الجاهزين ونحطهم بالكيس ما رح يلزقوا ببعض سمعين الصوت كيف بس شفتوهن وصلوا لهيدي الدرجة حطيتوهن باكياس وقسمتوهن بالعدد اللي بدي اياه وبس بتكون تقلوهن بتطلعوهن من الفريزر على المقلة المقلة بيكون حامئة بالعشر دقايق على نار هادي ما تعلو النار علشان يسخن عنا من جوه ومن بره كتير كويس بتنازلو الحبات فيهن على دفعات وما تقلبوهن بس يتحمروا من كل الجهات لما يكون الزيت غمير خلص ما في داعي للتقليب بس يتحمروا من كل الجهات بهيدي الطريقة من شيلة وبتكون عنا جاهزة تحطوها بمصفية على جنب وهيك بكمل الاليون هيدول كل الحبات بعد ما قليتون شوفوا السمسمة احلا فيهن شو بيخطر على بالكن حشوات حتى فلافل فيكن تجيبوا قرص فلافل وتهرسوها وتخلطوها مع لبنة وتعملوها مثل عجينة وتكوروها وتحشوها بهيد الوصفي ما بتتخيلوا شو طيب انا جربت قبل هيك كانت الحشو كتير مميز جبت فلافل مقلية وفرمت على السكينة وخلطت مع لبنة ايلي شوي وكورتن وحشيت فيهن هيد الخلطة كتير طيب التوست مع الكاري انا بحب حطن عالترويقة مع جبنة مقلية مع شوية نعنعة وخيار وزيتون كبايت شاي يعني زي طبلية اجبان بسيطة لعيلتكن ما في اطيب منها بتقدروا كمان تقلوهم باي حشوات بتكون اياها تحطوها مع اي طبق مقبلات او مقالي او كباب متل ما انتو بتكون وصفي سهلة وبسيطة ومكوناتها بكل بلد وبكل مطبخ وما بتاخد منكم كتير انكن اشي انتو تخلطوها هي توست وحليب وجبنة السمسم اختياري فيكنو تحطو اعشاب فيكنو تحطو زعتر ليكنو لما قطعتها بالنوس ما احلى شكلها وطعمتها كتير طيبة ومميزة اشتركوا في القناة